المسائل خير لكل متابع برنامج القرى والجماهير في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم طبعاً النهاردة حلقتنا غير عادية معنا نجم الصحافة والإعلام والناقض الرياضي بجريدة الأهرام مدير تحرير جريدة الأهرام ومقدم برنامج القناة الثالثة الأستاذ عبدالشافي صادق منور برنامج القرى والجماهير يوزعب شافي أهلاً بك أستاذ أحمد كل سلام حضرتك طيب وأشكرك على الدعوة الكريمة بس في بعض الأمر صحيح مدير تحرير الأهرام الرياضي الأهرام أنا قلت إيه؟ الأهرام فيه أهرام وفيه أهرام الرياضي أيها الأهرام الرياضي مش مقدم بقناة الثالثة لكن محلل محلل في قناة الثالثة ومحلل في قناة نال الزمالك أو الزمالك طبعاً دي قناتنا الجميلة يعني طبعاً النهاردة سؤال حلقتنا النهاردة شارك برأيك معنا هل تؤيد قرار الزمالك في فتح ملف قضية القرن من جديد؟ ده طبعا سؤال هيظهر معنا على الشاشة نرجو اتصالات حضراتكم ورأي حضرات السادة المتابعين حلقتنا النهاردة فكرتين الفقرة الأولى طبعا هنسأل ونستفيد مع أستاذنا الكبير العلامة الرياضي الأستاذ عبدالشافي صادق وفي الفقرة التانية هتبقى تصريحة وتعليق إن شاء الله هتعجبكم بأمر الله نبدأ أولى قضيتنا النهاردة اللي بتشغل الرأي العام واللي أصارها نادي الزمالك مؤخرا ونخش بقى مع أستاذنا خير من يتحدث في هذه القضية أستاذ عبدالشافي صادق هل تؤيد قرار الزمالك في فتح ملف قضية القرن يا أزعب شافي؟ آه تمام يعني كل لغة العالم نعم طيب طب ليه؟ معنا لسه أقول حضرتك أنا أقول نعم وخلاص أكيد ما أنت لك بقى مطلق الحرية لكن ليه مبررات لفتح الملف الآن؟ تمام أولا فتحه تأخر كثيرا آه عشرين سنة عشرين سنة كتير جدا كان يجب فتح هذا الملف مباشرة مباشرة آه من أول ما في مايو سنة ألفين معيس حياته تعلن عنديت القرن طب ليه التأخير من وجهة نظر كثيرا؟ التأخير كان محتاجين مجلس إدارة قوي في الزمالك تمام كان محتاجين مجلس إدارة يهتم بقضايا الزمالك وأنا شايف المستشار لا يتوانى في حق نادي الزمالك يعني لا هو مش حاسب حق الزمالك في أي مجال يعني وهو بص دايما لا يضيع حق وراه مطالق لكن خليت أتكلم للسيد المشاهدين عشان بقاش كلام عواطف أكيد كلام العواطف دايما الناس يتعامل معاه يتسكت لكن لما تكلم على داتا وعلى معلومات خانا أقولها بالتسلسف براحتك ولك مطلق الحرية الكابتر مصطفى فاهمي المهندس مصطفى فاهمي وله كل التقدير واحترام شكرتير عمل إتحاد الإفريكي في وقت وعضو مجلس إدارة الندلقاء وعضو مجلس إدارة الندلقاء كان طلع هتكلم من أسبوعين أو شهر مع الكابتر أحمد شبير وطلع وقال كلام واضح وصريح أنا الذي وضعت ضوابط اختيار ندلقارن دون الرجوع بقى لوائح أو معالي دون ما فيش لائحة أنا الذي وضعت ضوابط ندلقارن وشاركني في وضع هذه الضوابط فيكن هاراجيا جزماجيا تمام فيكن هاراجيا جزماجيا هو رجل أرمني طبيب أسنان كان مدير العلاقات العامة في اتحاد الأفريق ده كان دوره في الاتحاد الأفريقي ده دوره في الاتحاد الأفريقي من رئيسه في الاتحاد الأفريقي المهندس مصطفى فامي الأمين العام أو سكرتير العام للاتحاد الأفريقي تمام فهو اللي حط الضوابط بناء على تقديرات هو شايفه تخدم ناديه اللي هو كان عضو مجلس الدارة بيخدم على نادي الأهلي بالضبط وطبعا كان مقرب جدا من ناس حياته الفاسد بدليل أكيد كل العالم يعرف العرم كده أنت تفكر وقعت الملايات في السويسر فعرض عليه الضوابط دي الضوابط غريبة فيها ضوابط كأنها وضعت للحد معين تفصيل تفصيل تفصلت ضوابط فيها عدم عدالة ما فيهاش نزاهة التحاد الدولي بعد كده لما طلع في يناير 2000 وقال أن فكرة نعمل نادي قرن في كل قرة بس يجب التخاذ المعايير البطلات ده التحاد الدولي وهكلمك بعد كده على ريال مدريد لما التحاد الدولي قال طبعا عاوزيني ناخد نادي القرن في العالم فحط معايير مختلفة العالم ما مهو أنت حجيب لي ريال مدريد دي بقى بطل العالم لا أطلاقا طبعا لكن تحطت معايير مختلفة هقولك عليها فالمعايير اللي اهتدى لها وتغيرت أكتر من مرة واحد أن البطل يخضر مع نقط والوصيف والوصيف يخضر نقط دي فيها عدم عدالة يعني شايف حضرتك اللي اتجاه للنقاط ده مخالف للمعايير العالمية تعالي أرد عليك الهلال السعودي اختروه نادي القرن وكان سنة 2000 اختروه ليه لأنه النادي الوحيد اللي حصل على ست بطلات في أسيا يبقى أسيا خدتها بطلات بطلات أنت مجيش تجي تفصل لي معايير أنا معارف لهم ما سكتوا ليه في الزمالك لكن زي ما بقول مجالس إدارات هي لسكتت وهي لنامت على الوضع طيب عندي معلومة قانونية وطبعا المستشار يعني هو قدر مننا في الناحية القانونية هل الطعن ده يا سيد عبد شافي ممكن بيقولك أنه لازم ما يكونش عد عليه 21 يوم أو أنت عد عايش 20 سنة لا أنت مش تكلم طعن دفعضية دي عضية وهو طبعا المستشار قدر مننا في الزيحة القانونية هل أنت مش من حقك تلجأ المحاكم؟ لا من حقك هل لك مدة معينة؟ ده ستير المحكمة الرياضية ودستور للتحاد الدولي أنت عندك مظلمة لازم تلجأ له وعليك أن تتقبل حكم بعد كده هل مفتوحة ولا لها وقت معين بتقدم في الشرط؟ لا 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 مش مش شرط مش شرط دي قدير لها علاقة بالقرن ومخالف المعايير العالمية المعايير العالمية نادي ريال مدريد اختروه نادي القرن في أوروبا لحصوله على 8 بطولات دوري أبطال بطولات دوري أبطال تمام ماشي؟ تمام أنا بضرب أمثال الهلال السعودي نادي القرن في أسيا 6 بطولات دوري أبطال أسيا تمام طيب تعال النادي الزمالك عشان نقول بطولاته كان في الوقت ده 4 أبطال دوري 4 أبطال دوري اللي هي البطولة الأم اللي هي البطولة الأكبر الأهلي كانت مين؟ مينفعش حضرتك تبقى بطولة غرب أفريقي أهم بطولة الدوري تمام أو بطولة شمال أفريقي أهم دوري الأبطال تمام إطلاقا فالوقت ده كان الزمالك عنده بطولات أربعة أربعة بطولات دوري أبطال لو هتكلم أقولك يعني هم معروفين مش محتاجة تواريخ معروفة أربعة دوري وواحد داكاس كانوا خمس بطولات واتنين صوبرا دي سبعة واتنين أفرق أسيا وتسعة المعائلة اللي تحطت تاربعة وتسعين ايه اتعدل لتمانية وتسعين ايه اتعدل لتمانية وتسعين برضو الكابتن المصطفى فهمي هو اللي عدلها لما عملوا بطولة الصوبر فعاوزين يغيروا المعايير تاني بصوا محدش يعلم يعني المعايير بتتعد وتصنع في مكتب المهندس مصطفى فهمي خلوا بطل الدوري خمسة والوصيفة أربعة والصوبر واحد واللي آخر المجموعة ياخد نقطة الفريق الفاشل ياخد نقطة والفريق الأول المجموعة ياخد تلات نقطة وتاني المجموعة ياخد نقطتين كلام فيه فساد دي موجة نظري ما ينفعش التقييم بالشكل ده طب هو التقييم بالانتصار التقييم اللي قدامي لو على حسب النقاط يا سعب شافي ومش هنخد برضه في التفاصيل ولكن النهائي كله مجموع النادي الأهلي أربعين نقطة والزمالك سبعة وثلاثين نقطة ده نقاط هل بقى الخلاف هنا عشان الجمهور يبقى متابع وعارف حتى لو حضرتك شفت معنا ده النقاط على حسب البطولات هنا هنا حضرتك مش حسب البطولات حضرتك ده حسب المدشار لا على حسب لا عدد مرات خوز البطولة تفضل هو البطل اللي بياخد بطولة أربع نقطة والوصيف تلاتة حصل وكمان دخل وضف حاجات جديدة تانية لإيه بقى عملك بقى اللي هو تاني مجموعات تاني مجموعة ده بياخد مش عارف تاني مجموعة وأول مجموعة والرابع بياخد والخروج مش عارف من والصبر الصبر نقطة نقطة واحد ليه عشان الزمالك في القرن ده طيب واخد اتنين صبر طب عشان الجمهور يبقى متابع ويقدر يحلل معنا هو الخلاف هنا يعني انت حطت المعايير النقطة دي على أي أساس بالزبط هي دي المشكلة ولكنها فصلت تفصيلا ما نفاهم يعني انما انت لو مشيتها لو احنا هنرتضي بالأمر الواقع هيبقى 40-37 تمام لا انا مش حالا شخصيا ما نفاهم حرفض انت اللي عاوز تجي بس انت ليه ودتنا انت ليه ودتنا بالمعايير دي هو ده الخلاف هقولك التصنيف الأول التصنيف الأول لما وضعوا مسألة النقاط الزمالك طلع سادس لو مش هب النقاط لهو المعايير اللي تحطط او التوصفات اللي هتتحطط تعالى المهندس المستمفان تمام وماعا فكن هراجع جزمجيا الزمالك سادس الزمالك سادس ازاي زمالك سادس والزمالك أصلا بطل وهو أكصر عدد بطلات وأكصر دور الأبطال انت عايزو تحط معايير يبقى دور الأبطال البطولة الأم ده بيبقى هو الأساس يعني لو حضرتك بقى لو هتفصلها نقاط ادي له بقى ميزه ميزه عن بطل الكؤوس لأن دايما اللي بيروح يلعب في الكؤوس هي الفرق الأضعف طب ما هو النادي الأهلي ومش الفرق القوية طب ما هو برضو في حاجة أزعب شافي يقول لك مثلا نادي الأهلي ما بيرضوا علينا برضو يقول لك لا أصل في الوقت ده 94 لألفين ما كانش لسه في حاجة اسمها دوري أبطال ما كانش في حاجة اسمها تكون فدرالية بطولة أفريقية لأن دي أبطال كاس وبطولة أفريقيا بذب ما هي دي أبطال دوري أيما أنا فahm بس هو كان يقول لك مثلا في الوقت ده الأهليوية يقول لك إيه كان له لتنين واحد لا لا طلاقا لا 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 بلددليل إنه بطول الكؤوس كان سمينا كاس سلطانية ده عندنا في مصر ماشي كان في ثلاث بطولات في الاتحاد الأفريقي بطولة الاتحاد الأفريقي بطولة أبطال الكؤوس بطولة أبطال الدوري فأنت لما تيجي أنا اتضربت مثل بريال مدريد ريال مدريد طب ليه في أسبانيا خدوها بطولات وفي أسيا خدوها بطولات وفي أفريقيا خدوها نقاط في أفريقيا خدوها نقاط فساد يبقى ده مصطفى فاهمي فساد أنا خلال أقول قولاً واحداً ده فساد أنت عارف حضرتك لو كانت ليحة الاتحاد الإفريقي كده هنقول أمين طب سؤال هي الليحة اللي وضعها المهندس مصطفى فاهمي لماذا لم تعرض على المكتب التنفيذي ويتم إرسال فاكسات الاتحادات الأهلية تمام في أفريقيا الاربعة وخمسين الاتحاد ويقول لهم قد المعايير مزبوط ما حصلش ما حصلش الكلام ده لم يعلق هات المطبطة بتاعت الاتحاد الأفريقي المكتب التنفيذي من أربعة وتسعين لغاية ساقل لغاية ساقل 22 مايو 22 مايو ألفين عندما أعلن عيس حياته منتخب القرن ونادي القرن تمام هات المطبطة طب هو يرد علينا يا راجل ده ده درجة أن منتخب مصر الأعظم في أفريقيا واللي حاصل على بطلات أكتر من أي منتخب في أفريقيا يطلع التالت مطلعينه تالت برضو تالت بالنظام ده عشان إيس حياته عايز بلده الكاميرو بلده الكاميرو اللي حصلت على كم بطولة تعالي يا ساحب تالي أربعة بتهيقلي لا 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 أطلاقا أو تلاتة تلاتة بس تعالي منتخب مصر خمسة واحد سبعة وخمسين أيوة تسعة وخمسين ستة وتمانين تمانية وتسعين أربعة بطولات أنت حضرتك بتجامل على حساب سمعة مصر طيب ده أصلا أن اللقبين ميخرجوش من مصر منتخبات ونقائن دي من اللقبين ميخرجوش من مصر نظبوط وكمان أنا اللي بقيت مصر التالت يعني توقف مزهول طيب نغد مداخلة الأول بعد إذن حضرتك نغد المداخلة بعد إذنك تفضل أهلوه السيد محمد حمدي عليكم السلام عليكم السلام كابتن أحمد ذكي يا سيد محمد بنمسي عليك وبنمسي على السيد عبد شافي يهلم بيك يا سيد محمد المحلل والإعلامي والناقض الرياضي الجميل يالله يخليك يا سيد محمد تسلمني كل سنة ونطيبين كل سنة ونطيب رمضان كريم كابتن أحمد هو كولا واحدا إن كانت مسرحية هزلية من الاتحاد الأفريقي مقابل إنهم يعطوا مدى القرن للنادي الأهلي مقابل إنهم يدوا المنتخب الكاميرون منتخب القرن وده طبعا معروف على الصحة الرياضية ومصره في أفريقيا وطبعا في العالم كله تمام أنا عارف أنت زمالكو متعصب يا بوحمد لا والله كابتن أحمد يعني ما فيش حق بيضيع وراء مطالب أكيد ولكن إحنا بندور على حقنا ما تقولش 21 يوم وكوية إن إحنا معانا حد كبير وحد قيمة وقامة في الوطن العربي وفي مصر وفي العالم كله تمام اللي هو المستشار الكبير بتاعنا المستشار المرتضى منصور اللي بيدافع بكل قوة وكل عزيمة عن نادي الزمالك وحقوق نادي الزمالك وفعلا زي ما قال الأستاذ عبد الشافي إن لو كان فيه ساعتها إدارة قوية ومجلس إدارة قوي ومن ساعتها كنا حصلنا على نادي القرق ولكن نتعمل بملف كبير وطبعا نتقدم للفيفا وإن شاء الله رب العالمين يكون خير إن إحنا ندور على حقنا إحنا خدنا حقنا ماشي ما خدناش حقنا فإحنا طالدنا على حقنا في الرسالة رسالتك وصلت يا أس محمد وسلم لي على كريمه كريمة كتير والنبي الله يسلمك وعود أقول لك حاجة كمانا كابتين أحمد بعد إذنك تفضل إذا يعني ظل جمهور نادي الزمالك وجمهور نادي الآلي على السوشيال ميديا بأزيز طريقة ستحصل كرسة لا يحمد عباها في التعصب أنت تقصد في التعصب أنت تقصد التعصب يا أبو حميد التعصب القروي على السوشيال ميديا يا كابتين أحمد يعني كارثة كبيرة بعدين مشيوحمد عقباء في الدولة المصرية إما الأمور اللي نزل بها النهاردة وزير الشابور رياضة ووزيرته الصحة في الدوري ورجوع الأنشطة الرياضية صنع أتوقع في يوم من زاد الأيام قبض العيد أو بعد العيد ما فيش دوري لإني لا يمكن فيش صلة زي الظروف الرهنة في البلد وهذا المناخ اللي إحنا عايشينه إن يكون فيه استكمال للدوري العام في مصر رسالتك وصلت يا أبو حميد وتابع بقى معنا الأستاذ عبشافي صادق حبيبك يعني شكرا يا أزمحمد هو طبعا من حقه لأنه فيه عاوز أتكلم على حاجة مهمة يا أستاذ أحمد مين اللي فتح ملف الدوري؟ كابتر أحمد شوبير بطل القرن كابتر أحمد شوبير طبعا هو الاستضافة لكابتر مصطفى فامي وله كل التقدير كابتر أحمد شوبير إعلام كبير أنه صديقي يجيب المهندس مصطفى فامي اللي كان عضو ماكز زرارة الندل وفسح مع الموضوع والسكرتير لتحد الأفريقية عشان يتكلم في مسألة القرن يبقى لازم يتفتح الملف الزمالك كان ساكت وما عفلش كتير والزمال كوي حتى لما طلع حياته في 22 مايو سنة 2000 وعلى الناد الأهلي الناد القرن حصلت غصة عند جمهور الزمالك إزاي الزمالك ساحبت 9 بطولات يبقى مش هو ناد القرن وأن السبعة أكبر من التسعة خلاص على اعتبار أنه كمان أنا أكلمك أن الأفرق أسيوي جاء للتحاد الأفريقي يعترف بها وضفها إلى رصيدة الأندية سنة 2014 تمام عشان يبقى كلامنا واضح أيو والتحاد الأفريقي كان يجب أن يتعامل مع المسألة كما تعامل التحاد الأوروبي والتحاد الأسيوي تمام التحاد الأوروبي تعامل مع نادي ريال مدريد دوري أبطال 8 سنين أكيد 8 مرات عفوا طب ريال مدريد لما اختروه نادي القرن في العالم حصل إيه راحوا المعايير تانية خالص مجلة الفيفا عمل التصويت للناس أيوة يصوتوا مين دخل معه منشستر ونايتد دخل منافس لريال مدريد حاسم ريال مدريد المسألة على 42% من الأصوات فاخد لقم نادي القرن على مستوى العالم دي معايير التصويت حاسمتها لنما مينفعش أنت تحط معايير ما تبقاش أهواء شخصية في مكتبك تعيير فصلت تفصيلا عشان تختار نادب عينه وعشان تحرم منتخب مصر اللي هو الأفضل والأحسن وأول يعني منتخب مصر أبا أقولك 57 و59 86 98 مع الراحل العظيم الكابتن جوهري اللي صعدنا الكاسل عالم 90 فأنت مينفعش تقولي ده كله ده على النساء مقابل إن الكاميرون خادت بطلتين 84 88 2000 يعني مع 2000 يعني اعتبار إن كانت كاسل الأمة الأفريقية دي بتتعامل مولود يناير مولود شتوي لما جاء أحمد أحمد بدغوط من أمفنتين وخليه مولود صيف تمام فعشان كده رجع تاني حيرجع تاني شتوي أي فيه لخبطة في القرى الأفريقية طيب حضرتك المعاير فصلت تفصيلاً هو أحسن هو طبعاً فيه في الفترة اللي فاتت فيه لغة كتيرة وزعب شافي سواء بقى على مواقع السوشيال ميديا أو فيه بالنسبة كصحفيين برضو تتكلموا في الموضوع ده كتير ولكن المستشار مرتضى منصور ومجلس إدارته حسموا الأمر شكلوا مجلس شكل لجنة شكل لجنة برئاسة حمد جلال مجلس إدارة لحسم القضية واستعانى بخبراء مصريين إذا بنقول يعني المستشار عمل حاجة كويسة لسه لسه محمد حمدي بيقولك دلوقتي فيه حالة جدال بين الأهلوية والزمالكوية على مواقع السوشيال ميديا أنت عرفت أنه من الفتح الملف بعدين سنة كمتن شبير أيوة أنا فاهم بس أنا شايف أن المستشار خدق الطريق الصح آه طبعاً عشان نقفل الطريق ده بقى بس أنت لازم تسلك الطرق الشرعية أيوة الطرق الشرعية عندك اتحاد دولي طيب أنت حضرتك تتطفق معي أن أي أن كان القرار اللي هيطلع من المحكمة الدولية عليك أن تتقبله نتقبله آه طبعاً لأن هنا بعدين على فكرة القرار بس صحيح واضح الغرر مش أول قرار طلع خلاص القرار له درجات في الصدور تستقنف عليه ده لو في حالة أن أنت مثلاً خلاص هتأخذ حكم بعدش في استقناف بقى أنت خدت الحكم لو خدته آه آه لقصدي لو صدر على غير رغبة الزمال بيدي لك فرصة أنت تستقنف في الحكم بس في النهاية بس في النهاية في نهاية الدرجات دي بقى سواء درجة أولة يعني في أول مرة تاني مرة تلت مرة بس في النهاية هنوصل لقرار من المحكمة هنرتضي بقى سواء أهلي أو زمال أعتبار أن الدنيا في التحاد الدولي عالم الفساد اللي كان موجود في الفيفا بقيادة بلتر حتى التصريحات اللي قالها بلتر من أسبوعين وحصلوا على الرشوات من قطر هو قال كده هو اللي قال كده وطالب بصحب تنزيم كاس العالم من قطر يا أستاذ الفاضل بن همام كان صديق أس حياته هو اللي كان بس كالشنطة هو اللي كان بس على الدولارات أقل مرتشي كان الراحل فرح أده مئة ألف دولار أنا بقول كلام ده وأنا عندي وسائق لده أنا شاري من إنجلترا وسائق بالفاسدين زي كتاب أجلي جيمز أو اللعبة القذرة شاري كتاب برضو الفاسدون في الفيفا ضلع في فرنسا ساركوزي دلوقتي بيحاسب قدام القضاء الفرنسي الراجل الرئيس نادي باريس سان جيرمان اللي هو المسؤول قنوات بين سبورت بيتحاسب دلوقتي على الفساد إذن في ناس كتير رجليها جات في الفساد ما يجيش اتحاد فاسد ظل أكتر من 30 سنة ممكن الاتحاد الأفريقي كان فاسد برضو فاتخذت القرارات دي بس خلينا نتطفك إن المحكمة الدولية بعيد عن المحاطرات دي على عشان المستقلة تمام يعني حكمها نرتضي نرتضي بحكم المحكمة الدولية إن هي مشكلة من مجموعة من القضاء تمام يعني مجموعة القضاء من سويسرا من فرنسا قضاء تم انتقائهم وكمان قررتهم فيها استقلالية زي استقلال القضاء طب هسألك سؤال صريح أو سعب شافي لو المحكمة النهاردة رفضت طعن نادي الزمالك أو نقشته وبعد كده النتيجة طلعت إن النادي الأهلي بطل القرن هيستقل أفتاني عليه بدا اللي بقوله أنا بقول بس الجمهور الزمالك عشان يستعد للصعب أنا بتكلم في آخر درجة إن خلاص الحكم صدر سواء أهلي أو زمالك أنت تتقبل أعتقد جمهور الزمالك مش هتقبل حتى برضو بعد حكم المحكمة بص لأنه عنده إحساس فوبيا عنده فوبيا الظلم لأنه الظلم أي يعني عزق السؤال هو نادي الهلال اختاروا نادي القرن في أسيا بطلات بطلات يعني تفصلت لايحة في الاتحاد الأسياوي علشان نادي الهلال السعودي يبقى هو نادي القرن ما تفصلش لايحة قالوا خاد كم بطولة في أسيا خلاص شكرا ست بطولات في أسيا طلاص يبقى هو البطل الرقم خليها ياخد نادي القرن ريال مدريد الرقم بخليها بخلقنا التصويت في مجلة الفيفا خلتوا ياخد نادي القرن في العالم اثنين وربع و quero탕 من الأصوات في مجلة الفيفا حصل عليها ريال المدريد فبقى نادي القرن في العالم كله دي الأمور تبقى واضحة العدالة في الضوابط هي العدالة في القرارات فانت ما فيش عدالة في ضوابطك يبقى قراراتك كلها ما فيش عدالة كلها ظلمة كلها ظلمة وبعدين له كل التقدير والاحترام انه يشتغل النادي الآلي ناديه بقى ناديه وعضو مجلس إدارته واللي بيشجعه على فكرة بيفكر ان يترشح تاني والانتخابات الأخيرة كان مرشح لا يضيح حق وراءه مطالب دي أنا المقتنع به عادين بس الحقيقة دي عشان فيه جيل كتير يا أحمد جيل اللي تولد سنة 2000 وسنه دلوقتي عشرين سنة ما يعرفش ده ما يعرفش الأحداث اللي فات اه طبعا وما يعرفش سنة 1994 المهندس مصطفى فاهمي قاعد حط الضوابط وراء مسودة قاعد يقراها هو أهواء شخصية هو فيكن هراجيا جازماجيا هو الاسمه كامل هو فيكن هراجيا جازماجيا الرجل أرميني طبيب الأسنان اللي كان ريسه في الشغل المهندس مصطفى طيب نقود مدخلة الأول ألوه عليكم عليكم السلام كابتن أحمد احنا بقى مستمتعين والله يبنزلنا لبرنامج بتاع حضرتك يا كابتن أحمد حبيبي ما تحرمش منك سؤال فني لو سمحتك أنا معايا الأول قبل السؤال معايا لو سيد عبدالشافي صادق طبعا ايو يا باشا عزين منرحب بي وعزين ننتهيز الفرصة دي اللي خليكم ساب طيب اتفضل يا حبيبي اتفضل يا زميت حتى هو أدلوقتي يا فندم عادينا نعرف الشروط اللي هي بتبقى تحت باندي إيه عشان يبقى نعرف نادل كرن إيه ومش نادل كرن إيه يبقى أنت ما سمعتش يبقى أنت ما سمعتش أسد عبدالشافي بقى يبقى أنت لسه داخل الحلقة أدلوقتي لا يا فندم أنا مع حضرتك أنت لمتابع جيد أسبوع حضرتك لا الأستاذ عبدالشافي يعني بيتكلم بكل شفافية وبكل صراحة وبكل وضوح وأنا شايف أنه هو أثار الموضوع من كل النواحدة حتى ده دخل على الاتحاد الدولي كمان يا أسد المتعة اللي خليك أسد المتعة بس أزول حاجة مهمة مش معناها أنك أنت بتنتامل نادي أو موجود في نادي أنك أنت ما ترعيش الضوابط أو الأخلاقيات في الإعلام لا لازم يترعي الأمور دي كلها الله يخليك أسد المتعة أنت بتتابع الأستاذ عبدالشافي على قناة الزمالك ولا لا يا أزميت حد أفندم بتتابع الأستاذ عبدالشافي في قناة الزمالك ولا لا أي طبعا يا فندم والله العظيم بس إحنا متابعين جيدين أول الكرة والجمهيرة ربنا يخليك ده شرف لي يا أزميت حد ربنا يخليك يا أزميت حد وحضرتك طيب أشكرك جدا يا أزميت حد طبعا كده أنا شايف الأستاذ عبدالشافي صادق يعني شرح قضية ملف القرن وحق نادي الزمالك إن شاء الله وده اللي هيبان في الأيام اللي جاية وطبعا لإن الموضوع خاد أكتر من حجمه فأنا شايف نقفل موضوع قضية القرن لا في إضافة ليه تفضل يا بش نادي الأهلي انسحب من أفريق قعد خامس سنين من العامش في أفريق تلاتة أو أربعة أربعة وتسعين لغاية تمارية وتسعين تمام وأقول انسحب ليه كانت في المبارات السوبر مع الزمالك اللي تلعبت في جوهانس بيرد في الزمالك آه واحد صفر واحد صفر كابتر آيم منصور ظلق النادي الأهلي اعترض على قرارات للتحاد الأفريق وحصلت أزمة بالتحاد الأفريق لما وقف إبراهيم حسن سنة وطارق سليم وهارس ومحمد يوسف كان في عقوبات بالجملة فكان في عقوبات الجملة لأن الحكم قال منتلة باين ولا منتلة والاسمو إيه من جنوب أفريقيا قال حاولوا يعتداء عليه فعلا بعد المباراة بعد المباراة فكتب تقريره كده النادي الأهلي برئاسة الكابتر صالح سليم كان قرار الصعب قال انسحاب من بطلات أفريقيا تمام في الفترة اللي انسحاب فيها الأهلي من بطلات أفريقيا الزمالك خد دوري أبطال أفريقيا سنة 96 من مين شوتنج ستار تمام وشارك من 94 لغاية ما رجع الأهل سنة 98 كان النادي الزمالك بيشارك في بطلات أفريقيا كان الاهلي بيعيد خالص عن أفريقيا عن أفريقيا وكل ده والزمالك يضيف إنجازات جديدة خلال القرن والزمالك بياخدش بطل القرن برضو وصلوا لـ 47 يعني هي معادلة غريبة لا ما يقولش 47 لأن هذا تقييم تقييم ظالم هذا الضوابط فيها ظلم مفهاش عدالة مفهاش نزاها مفهاش مسواه وأنا موجة نظري اللي حط هذه الضوابط منحاز للنادي الآن إن شاء الله المحكمة الدولية تعيد الحق لأصحابه وطبعا النادي الزمالك معاه درع وسيف النادي المستشار مرتضى منصور فأنا شايف أن المهمور الزمالك ما بيقلقش دلوقتي لإن معاه حد قوي بيدفع عام أكيد أكيد مروح برضو القضية أصارت الرأي العام يا أصحاب شافي وهي القضية العنصرية التي تعرض لها الكابتن محمود عبد الرازق شكبالة وتحديدا في مباراة الصبر دي قضية دي موجودة في ملاعب أوروبية وقارات واضحة يعني هنا بيبقى في مقاربات ضد النادي والجماهير والجماهير ما تحضرش ما تشاهد دي في أوروبا حصلت كتير مع ساد يوماني وحصلت كتير قوي وحصلت مع محمد صلاح وطلعوا الاعتذارات لي لا موجودة في أوروبا دي العنصرية مرفوضة في الرياضة مرفوضة طبعا مرفوضة في الرياضة هو حضرتك جنوب أفريقي قاعدت لغاية سنة 96 ما تلعبش في أفريقيا بسبب العنصرية بسبب العنصرية البيض والسود لا 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 الرياضة مالهاش علاقة بالسياسة تمام لكن برا الملعب السياسة اللي هي علاقة بالرياضة هو مين اللي حاسب ان قطر الدول الصغيرة دي تاخد تنظيم كسل العالم شونة الدولارات والصفقات والسادة المرتفعية طيب انت شايف في القضية دي ممكن يتوقع عقوبة على جمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي آه بس كنت يعني بص الوقع دي حصلت كان مباشرة اللي يجب على المسؤول في نادي الزمالك ان يتم تصعيده طب ليه الزمالك بتأخر يعني لا دهما هم تسألهم هم ببقى لا انت برضو مفروض يعني اكتر حد تتكلمني عن نادي الزمالك المسؤول المفترد تاخد قرارات سريعة سريعة آه انت تلجأ الاتحاد المصري والاتحاد المصري على فكرة تحت مظلة الاتحاد الدولي وتحت مظلة الاتحاد المصري على فكرة بيصرف مرتبات الموظفين من فلوس الفيفا دفع له 8 مليون جنيه عشان صفر الموظفين أيه والصوص عمرو الجنيني عيني 23 صحفي آه 23 صحفي أزمة الكورونا أيه فعلا اللزوم التلميع طب تعينهم ازاي اصعب شايفي بصفة حضرك صحفي فليه المعايير يعني أنا ضد مش حكاية معايير حضرتك أنا لو الاتحاد كرت القدم عنده محطة فضائية أنا مع تعيين صحفية تمام لكن الاتحاد المصري الاتحاد الكرت القدم لا عنده قناة الاهلي ولا عنده قناة الزمالي ما عندهش قناة آه ده مقر وعندك موقع انت معين فيه عشرة صحفيات تمام موجودين بيقوموا بالواجب اللي هي قررتك بتنشرها لو هي حاجة بتنشرها زي مركز اعلامي مثلا 23 حيشتغلوا ايه آه مش هقولك زي اسماعيل ياسين شغلتك على المدفع برورم يعني ما ينفعش طب مده 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 جاملة في غير محلها طب مده فسادي وعلى فكرة الجهاز المركزي للمحاسبات رصده في المخلافات الاخيرة اللي ظهرت أيضا الجهاز المركزي للمحاسبات يا صاحبت خدقول آه رصد مخالفة تعيين 23 صحفي رصد مخالفة العربيتين المارسيدس مارسيدس ايه يا وزعب شافي ايه ايه عربية مارسيدس ايه في اتحاد الكور اللي رئيس الاتحاد ونابرس الاتحاد كل واحد عربية مارسيدس واثنين عربتين واختفوا العربتين اختفوا ولقهم في الشرقية الحمد لله انا مبسوط ان لقهم في الشرقية آه السيد عمرو جريني عمل لجنة برئاسة السيد وريد العطار عشان يبيعهم مخوردة اللجنة التفتيش المالي والإداري فيه اللي بوزارة شامو الرياضة ايوة قالت ان العربيات دي بحالة ممتازة انا ممكن اقول لك ارقامهم اللي حد يطلع يقول لك لا برئ معايا متلاقش صدر لا صعب شير عشان محدش يطلع يقول لك عبدالشافي قال ايو والسيد احمد مش هقول لك ارقام العربيات انت جايب الرقم اه طبعا العربيات اللي كان هيبيعوها خردة اه عشان كانوا مختفين في الشرقية طب والعربيات تتباح خردة في وده هما ما هكملوش سنة ما هكملوش سنة طبعا طب يعني العربيات بتالي هقول ارقامهم بس عشان محدش يسألك عليهم فضل فضل العربيات تحمل ارقام العربيات الليقولها تحمل رقم طهية دال 512 العربيات التانية طهية صاد 867 العربيات التالتة ميم ره 249 طب العربيات التالتة يلي فساد ولا مش فساد التالتة دي راحل مين طيب ما هو الرئيس والنائب ومين التالتة ما هو فيه توبيس وفيه عربيتين ده فساد جامد او اسمحوا يا صعب شافي في موضوع التالتة انا بشكر بقى الدكتور قشف صبحي ايوه انه هو قف عملت البيع بالامر مباشر بعد رصدها بتقرير جهاز وما خدوها بقى بيبيعوها بيبيعوها زي ما تقول قطع غيار او بيبيعوها هو عاوزة تتباع خردة لاني كان لها قصة العربيات دي قعدت مختفيها ستة شهور طيب فلوسها جات منين والخردة دي تتصرف فين لا حلسة توقفت توقفت ده بقرار من السيد الوزير الدكتور اشرف صبح طبعا لاني حريص على المال العام اكيد ده مش مال حد ايوه صح بص يا سيد احمد الاتحاد الكورة ده مش عايز بتحدي لا طبعا ده مال عام ايوه ده مؤسسة رياضية تتبع الدولة المصرية تمام سمعتها من سمعة الدولة المصرية بس في مشكلة في اتحاد الكورة وزعب شافي على حد علمي يقول لك مثلا اللجنة الاولمبية وزارة الشابة والرياضة جامعية عمومية مين اللي بيحاسب اتحاد الكورة في الثلاث جهات دول 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 وفيه اقتراحة تعديل وتقتراحات موجودة ماينفعش اللجنة اللونبية اديها سلطة الرقابة لان هي اصلا هي ارياضية ماينفعش اديها السلطة دي ماينفعش اديها سلطة تحط لوائح استرشادية ماينفعش تمس بخ عم بخ في المانيا اللي هو رئيس اللجنة اللونبية الدولية ما بتدخلش في شؤون حد لكن احنا اللي هم الناس اللي بيجرجروا مصر للمفع حفلة الدولية عاوزين يقوفوا النشاط اللي بتجروا بالمسألة دي خلوا عملوا قانون والقانون ده هيتم تعديله قريب جدا هو حواري 91 مادة الدولة مع اللجنة اللونبية مع الدكتور حسن مصطفى مع اللجنة اللونبية الدولية هيتم تعديل كل العوارن الموجود في القانون ماينفعش هشام حطب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة اللونبية هو اللي حسب الاندية طب من انت حسبت مين خد اول حاجة ده هسأ المهندس هشام حطب في القانون الجديد اللي طلع النهاردة بيعمل أزمة مع التحاد الدول كان المفترض يعمل لي حسر شدي اللي هو بند الاربع سنين اه طبعا الانتخابات المدودة الاربع سنين اه عاوز اعمل مشكلة مع التحاد الدول يا أستاذ هشام يا باش مهندس عاوز اقول لحضرتك حاجة العالم ده رابته جائحة اسمها كورونا كوفيد 19 العالم كله كوفيد 19 ده نيم 8 مليار من المغرب يعني ده اسمها حتى موجودة في دستور اللجنة اللومبية وموجودة في دستور ده ضرف طارق للعالم كله اسمها الظروف القهرية ايه صح رقم واحد في الظروف القهرية الوباء منظبوط والوباء أجل بطلات أمم أوروبا أجل أجل العالم كله أجل الدورة اللومبية في توكيو فمعنى ان فيه ظرف طارق وفيه ظروف قهرية مش معنى ان حضرتك الطالب بيجراء انتخابات تكملية هي أربع سنين والانتخابات حتى مالا أربع سنين وبلاش تعملوا مشاكل أو تظهروا في المشهد علشان تعملوا أزمات تمام ما ينفعش حضرتك ان انا اعمل انتخابات عشان دورة اللومبية تأجلت للعام القادم بسبب ظروف قهرية وباقية فعلا اليابان يا بيه خسرت ستة مليار دولار من تأجيل الدورة من تأجيل ليه لاني جايب اكتر من ثوانين راعي متعاخدة معاهم أكيد وكان ممكن يعملوا الدورة لا بينفعش طب انا عاوز اسأله سؤال من خلال البرنامج هو حضرتك مش الدورة اللومبية تأجلت الـ 21 اه 21 انا معاك موافق خلاص طب حضرتك هل الدورة اللومبية 24 هتتأجل لا مش هتتأجل اه صح يبقى ده عبس فعلا عبس بالرياضة في مصر عبس يبقى انت تعمل دورة استثنائية ما تتبطش والقانون المصري واضح بقولك مدة المجلس 4 سنين او دورة اللومبية انت بتلخبط الدنيا لياه والصالح مين والصالح مين انت خلاص عاوز تعمل خلاص سنة وبعاكية 3 سنين ده كلام موانس الشبحطة لاب حضرتك الدورة اللومبية اللي جاية هتتأجل لـ 2025 لا طبعا مش هتحصل احنا مش هنقعد لـ 2025 عاكش في الوباء صح ففي عمليات عبس بتحصل مصالح شخصية والله وصعب شافي وعبس عبس فأنا ضد اللي بيعملوا ناخد كبير مشجعين الاول نادي الزمالك ناخده طبعا كابتن سيد جودة منور برنامج الكرة والجماهير حبيبي عبو حمير ازاي يا كسي زحمد حبيبي الغالي كل سنة طيب وحضرتك طيب وكل الزمالكوية وكل العلوية طيبين يا رب وربنا يتعود على أم الاسلامية بالخير يا رب السنة الجاية يكون أفضل من السنة دي ان شاء الله والحالة مكسرت درية بوجود فلياسوف نادي الزمالك حبيبك طبعا يا رب سيد حبيب قلبي كل جميل نادي الزمالك سيد عبد الشافي بيحبوك والله الله يخليكو وكلهم بسلام عليك وغلوك فحر ده فاليذ القرن انت المشاور برطالة منصور وطبعا بسلام واش عايز أقولك بقى حتى لكل الجماعة اللي هون الزمالكوية المحترمين اللي زي حضرتك الله يخليك بسايد ايوة ينقشوا خدت بقى حضرتك ويفحروا عشان الزمالك ذائك ده اه الحق بالبطولة بيك او 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 هو المفروض يكون بطل الكرن يكون زي نادي النادي السعودي بس يا ارجو ارجو اتحاد الدولي ارجو اتحاد الدولي بقى فيه سن الضمير شوية ورجع ضميره شوية وهو عارف نادي الزمالك تظلم خدت بقى لك اه ايبعش حياته لما اتعملوا الفلا ورفعوا نادي الاهلي على نادي الاهلي حال الفلا اللي اتعملتني في الكاميرون واخبال حضرتك لا 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 ما بلاش اياه لازم يكون عندنا دليل النادي يا خدسين اتبس يا هلوية انها مين مرطرة منصور او مش هاسيب مش هاسيب العضاية غير تقلم ايجبها وتبقى حتة تاريخية لمرطرة منصور وكل زي انت يا بيب كنت طيب يا عمي سيد ما تحرمش شكرا شكرا نرجع بقى الفيلسوفي التحليل واستاذنا الله يخليك يا زحنا في الرياضة سعب شافي صادق ان احنا مستمتعين بجد معاه طبعا حضرتك ان ننقل بقى لموضوع تاني انت شايف الدور الالماني وعودة الدور الالماني رجع رجع مع وشال كشال اربعة وشال كشال اربعة انت شايف تصريح رئيس الوزراء النهاردة ان ممكن في امل ان الدور المصري يرجع في نص يوم بص اللي خليك علينا ان نتوقف كثيرا عند الكلمات رئيس الحكومة رئيس الحكومة قالت فتح جزء لنشاط الرياضة ما قالش عودة الدور النشاط الرياضة اللي هو ايه اللي هو حضرتك عندك اندية مغلقة مراكز الشباب والاندية الاندية مغلقة والملاعب المفتوحة مغلقة محدش حتى الرياضة للجميع بتمارسش رياضة دي واحد فمحدش يفاصل كلام رئيس الحكومة ان الدوري راجع انت اللي بتكلم على الدوري راجع تعال اشوف المانيا عملتين اقولك المانيا عملتين وبعد ترجعلك معانا صور شايف حضرتك معانا صور سيبك من الكرة كل شوية تتعقم سيبك ده ده امر سهل جدا 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 اي حد يجيب او طبيب او مداري فريق مع الكحول وهيروش الكرة والكرة كل تقف شوية تأخذ تتعقم ماشي انا معاك ده كله لكن الامر مش بالسهولة دي الامر ان كل لعبة الدوري الممتاز الالماني الدوري الضخم ده اتعامل لهم مسح كلهم كله اتعامل مسح تمام وتم استبعاد اللعيبة اللي جاله كله يبقى عشانه شرط العودة يبقى انا لازم اعمل اللعيبة كلها مسحة لكل اللعيبة اه صح وايه مش اللعيبة بس والاجهزة الفنية والاجهزة الفنية والطبية والطبية صح ماشي اتعامل ده الاجراض دي تعاولت اهما الناس كانوا مش يخلي على فكرة ألمانيا تعاملت بحرص شديد مع الفيروس حتى مع شعبه وكانت تعمل حاجات كتيرة طب انت شايف حضرتك من خبرة حضرتك أنزعب شافي ممكن احنا نعمل الإجراءات اللي هي تعاملت في الدورة الألمانية أم صعب لا قد مكلف هتكلف النهاردة واليد العطار المدير التنفيذي تحت الكرة قال لك عافية تكاليف سيبك من ده التكاليف دي ده الدورة الألمانية اللي رجع أنا نفسي حياتي رجع نفسي كلنا 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 بنبتهل ندعو ربنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء أمين يا رب أمين ونجي شعوب العالم ونجي الشعب المصري من هذا الوباء لأن الحياة حلوة الحرية حلوة مينفعش فيروس معدد شايفه من نيم 8 مليار من المغرب كلنا بننمي المغرب يا ظهر شايف فانت تكلم على نشاط ياد رئيس الحكومة تكلم عودة جزئية عودة جزئية يعني هقولك نشاط منهم زي نشاط السباحة مثلا السباحة بيستخدموا الكلور في الحمامات ففيه مطهر وقابل انت تتعود النشاط ده لازم كل نادي يتخذ إجراءات احترازية الإجراءات الاحترازية اللي قايلها تتحدكوا رأيه واحد كل لعب يبقى كحل وصابونة ايه ده اتنين ان الملاعب يبقى ملعبين ويتعقموا ويترشوا في القارة واسكندرية وان الفرقة كلها تقعد في فنادق مين معا فلوس تقعد في فنادق مفيش نادي يقبر يتحمل وان الاوتوبيس اللعيبة ما يبقاش فيه الخمسين لا جهاز قدار يبقى فيه خمسة وعشر لائب وكل واحد بينه وبين التاني كرسيين يعني هيحتاج تلات اربع اوتوبيسات تلات اربع اوتوبيسات ده السيناريو اللي عامله اصدر عمرو الجنيني على فكرة تتحكيت الاول طب الانديا اللي هي برضو يعني بتأدي الموسم بالعافية نادي اسوان اللي بيجو في القط اه تعمل ايه دي هيعمل ايه بقى نادي اسوان اللي جاي في القط وبعدين في نقطة ده في مشكلة تانية فيه قسم اللي هو الممتاز به والدرجة التالتة والربعة دي ازمي ده غلابة انا فيه شباشة غلابة الحاجة التانية خليت اتكلم معك بكل صراحة ايه اولا مفيش دور مفيش دور قولا واحدا مفيش دور مفيش دور وحقولك بالارقام ايه ليه مفيش دور واحد احنا الدورة عندنا باقي منه 17 اسبوع اه موسم طويل اه 17 اسبوع 17 اسبوع 149 مباراة تمام عشان اعمل 17 اسبوع ومية 49 مباراة قبلها لازم اخلي الاندية تعمل فترة اعداد شهر ما تقلش على الاربع اسبوع مظبوط انقول شهر انت هتفكر تقول لي انا حدق ارجع دوري اول اغسطس طب قادي اغسطس كله هيبقى فترة اعداد تمام شهر سبتمبر هتبتدي تشتاء تريجع فيه المطشاط المجمعة هتقعد لشهر 12 هتقعد لشهر 12 كده الدوري مش راجع ده بالارقام مية 49 مباراة 17 اسبوع طب ايه تاني حد تخد باله من حاجة حضرتك لازم تبدأ الموسم الجديد بدري على شهر 9 علشان عندك مناسبات تم تأجيلها دورة العاب أولمبية ومصر مشتركة فيها وحضرتك دورة العاب في شهر 6 الـ 20 21 يعني لازم دوريك يخلص قبلها عشان تفرغ منتخب مصر اللي راح يجيب ميدالية اللي انت صرفت عليها يعني انت شايف برضو من خلال خبرتك برضو ان صعب الدورة يرجع انا بكلمك ارقام دورة أولمبية انت منتخب مصر زي وزي كل منتخبات العالم تم انفاق عليه 150 مليون عشان روح يجيب ميدالية حصلت الدورة الأولمبية تأجل تأجلت دي ظروف قهرية وباء ضرب العالم الحاجة الثالثة انت عندك كاس أمم أفريقية في الكاميرو فلازم يتجهز منتخبك يبقى انت في الظروف دي كلها ازاي عاوز يستمر الدور شهر نوفمبر وازاي انك انت عايز تستعد البطولات كبيرة ومهمة مصر لها اسم كبير فيها في الدورة الأولمبية او في كاس أمم أفريقية طب والعالم بقيته ايه بطولة أمم أوروبية تأجلت في 2021 كوب أمريكا تأجلت في 2021 وبعدين ايه ده بطولة أمم أوروبا حتتعامل حسب النظام الجديد حتتتعامل في 12 دولة بنظامها الجديد مش في دولة او دولتين لا 12 دول حتتعامل فيها فانت بتكلم على موسم اللي جاي مزدحم جدا مزدحم والوقت خلاص معك وعايز تلعب برا الصندوق يعني فكرك يبقى برا الصندوق يباشر احنا هنخرج من العيد هنبقى واحد ستة هو ليه عارف المأجلين بطولة الدورة لان هم مش عارفين يعملوا ايه لو لغيت دوري حبقى الدوري حلغي نتائج والحلغي دوري واعمل زي بقيت الدول زي الكونغو المتصادر هو البطن لا مش هينفع دا مفوش عدالة لا 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 مش هينفع عارف مفوش عدالة اللي هي السخمة ايه ايه لانك انت عندك 17 اسبوع وعندك 149 مباراة وفيه ظروف كتير قد هو لو لك ما فيش بطل ما فيش بطل حصلت في بلجيكا لما قالك جنت هو المتصادر ايه انت دللحت قالك جنت ايه ده لسه بقى 11 اسبوع ايه ايه جنت مين اللي ياخد الدور لا صعب فاعترض للتحاد الدولي لاغى القرار البلجيكي تمام وخلى الغاء نتائج بطلط الدوري والموسم كان لي ولم يكن طيب هولندا عملت كده فرنسا عملت كده يمكن فرنسا حصلت ان بارستين جميع وحا فيه مشكلة خلاص بطل الدوري اه فيه الكونغ ومازنبي مازنبي وحشرح للناس ايه يعني مازنبي السادة المشاهدين طيب مازنبي الدوري الكونغولي رئيس مازنبي هو اكبر تاجر ماس في افريقيا والعالم تمام وموسس ده هو يهودي برتغالي عايش في في الكونغو ايه وكونغولي يعني ايه بس له سطوة ايه سواء على الاتحاد الافريخي او على الدور الكونغولي طيب ماذا برضو يعني ده فساد يا سواء تشافي ما انا بشرح اهو اه موسس ده ده لدرجة ليه علاقة بمعسكرات حبقوق اه ايدو طايلة شوية ايدو طايلة برتاجر ماس في افريقيا عشان كده قالك مازمبي بطل الدور ده قالك مازمبي يا رئيس مازمبي ده احسن رئيس نادي في افريقيا السناد ايه واتكرم هنا في الغرداء اه ده فساد خاشفتها وانا مشتها اكيد ايه ايه احنا وقتنا معاك بيجري بسرعة والله وزعب شافه معنا اسئلة كتير الله يخلي بس انا بقى عشان اختم الفقرة الاولى هاخد منها اهم سؤال طبعا كان معايا عمرو السلية وكان معايا بكاء مروان محسن ولكن اقود الخبر الافضل شوية اللي نقدر نتكلم فيه ويهم الرأي العام رأيك في طراش شحك الكابتن احمد شبير لرئاسة اتحاد المصر للكورة القدم بس كل التقدير الكابتن احمد شبير وكل التقدير اللي المهندس هنا وريد تمام بس انا وجهة نظر في انتخابات تحاد كورة القدم ايوا الوجوه اللي اشتغل التلاتين سنة كفاية عليها حان وقت تكرمهم ايوا تكرمهم اه والله انت محطرة ما وزعب شاكل حان وقت تكرمهم يعني احنا مش بنقول استبعادهم تكرمهم حان اعمل احتفالية في الجبلية تمام وكل واحد هندلوا درحة حالكورة ها على الفترة اللي اشتغلوا فيها اللي اشتغلوا فيها صح وندل فورص بورص احنا دولة شباب ايوا فعلا دولة شباب عارف ليه الفيروس كورونا باهدل امريكا وباهدل العالم الا مصر عشان ماهر صار عندها هرم زهبي قاعدة الهرم الزهبي ستين ستين مليون شاب اعمرهم من اربعتاشر لتلاتين سنة فعشان كده الفيروس مش قادر علينا انا عجبني كلمة من حضرتك بجد دي احسن تعليق شفت في اتحاد القورة او اللي بيتكلم عن اتحاد القورة تكريم لا كفاية المجموعة دي كلها لا كفاية افضل افضل تعليق بجد خلاص الفترة اللي قضطوها تلاتين سنة بحلوها وتشكروا بنت صراتها وبنت صراتها وهنستعين بيكو برده وقدوا الفرصة للشباب حزم امام ايوه احمد حسن محمد شوق فيه هدي خشبة وليد صلاح فيه وليد صلاح الدين وليد صلاح عبداللطيف فيه اكتماك عندنا شباب كتير ايمان يونس طبعا فانت عندك حسين السيد وده راجل اعمال في كورة الخدم على فكرة هل اسمار ما نادي الزمالك اه بس له هو راجل اعمال فانت يؤدي فرصة لناس هو انتم متسكين بالكراسة ليه صح حد يقول انتم متسكين بالكراسة ليه انا مليش دعوة نادي مع مين ويبين بيضي مين لكن انا أدي فرصة للشباب زي ما السيد رئيس الجمهورية ادى الفرصة للشباب اكيد صح صح معين لرئيس عمل حك وعيسة معين كل محافظة في كل محافظة كمان نائب محافظ شباب شباب اه فقد الفرصة للشباب لانه هم اللي بفكروا خارج السندوق اكيد والهم اللي افكارهم هتقود الكرة المصرية الى المستوى العالمي اللي احترافي لان كفاية بقى احنا عادنا 30 سنة الكرة المصرية تدور بطريقة هاته دماغ الكابوس وبروح ناخد ايه وبروح تمثيل مشرف يا خبتنا واسيبك ان مصر عمل اتكاس ام افريقية عظيمة ماشي ومتخبنا خرج من دور 16 بالهزيم من جنوب افريقيا ايه وفضحنا وعمل الشكل مش رائع وكلنا شفنا فضيحة واردة ايه وشفنا في روسيا حصل ايه وفضيحة ومحمد صلاح اشتكى وقال لك مش دول اللي يقودوا الكرة المصرية تمام خلنا توقف عندها انا اسأل سؤال ايه هو انتو حضراتكو استقلتوا في ايه وعاوزين ترجعوا في ايه يعني انا شايف او سؤال معنى اخر حضراتكو وقلتوا في ايه وعاوزين ترجعوا تاني تمسكهم ده في شيء غريب ايه اوه ازعب شافي في صورة معانا يا اميرة جاهزة كده بعد اذنك في صورة بعد اذنك كده ازعب شافي تعلقنين عليها يارد تنزلي بها يا اميرة بعد اذنك لو ياخد الكرة المكممة لا 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 طبعا محكبت المحمود بن تولي الصورة دي بعنوان لن العب الا في الاسماعيدي شايف المغزى من الكلام ده ايه وهو يا جايبالك محمود متولي ولعب في النادي الاهلي وده باهر محمدي هل وقع للنادي الاهلي اه وقع لله بس ربنيش فيه بار محمدي في حادثة عمل حادثة عربية بس هو الحمد لله كويس الحمد لله وقلب سلام عليه ولعب اه لعب كويس وبار محمدي الشاهد في مستقبله هو في النادي الاهلي بس الأرقام اللي اتقالت بس انت شايف حضرتك عشان الجمهور اللي امتبعنا وعايز يطمن هل فهو فعلا في النادي الاهلي ده هو اللي قال كده يعني مش هطلع طرانزيت وبعد كده النادي الاهلي ولا نادي الاهلي مباشرة طرانزيت ليه ما هو ممكن يبيعه لإسماعيلي هو جديدة ما هو النادي الاهلي اشترى تامن النحاس اشترى 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 كل اخ محمد بركات خدم كله تمام هو النادي الاهلي على فكرة في حاجة بيعملها بياخد اللعابة الدولية نادي الزمالك بييجي لعب مغمور بيبقى دولي دي الفرق بالاتنين بس هو بيقول اي لعب دلوقتي يطلع يبوس الفانيلا السنة اللي جاي حيموس فانيلا تانية ده ده وارد ده مش وارد ايه ده بيحصل على طول ده بيحصل على طول كهربة كهربة بيموت في نادي الزمالك دلوقتي بيوس فانيلا تانية لا هناخد سؤال بقى معلش يا سوز وليد في تصريح وتعليق معلش يا ريت نزلين لنا الصورة كده لسوز خالد مرتجي له تصريح غريب شوية يا سوز شافي بقولك اي مصري بيتولد على الفطرة اهلاوي انا سؤالي بس عاوز اسأله هو صديق على فكرة خالد مهندس مهندس هو صديقي جدا عاوز اسأله هل حضرتك اتيت بالدين جديد شايف على الصورة بيسوط على الامام بقولك اي مصري يولد وما كنتش اتوقع هو على فكرة رجل غير حاج جميل حاج جميل اه اه وابوه الفريق مرتجي حاجة عظيمة قيمة كبيرة قيمة كبيرة بس هل يا باشمهندس انت قتيت بدين جديد جميل انسل عبد الشافي طب نشوف برضو حاجة ثانية كابتن خالد الغندور بقولك منتخب الكاميرون فاز بمنتخب القرن لفوزه ببطولات اكتر من منتخب مصر ايه تعليقك كابتن خالد اقرى التاريخ ايه اقرى التاريخ اه طبعا ايه منتخب الكاميرون حقولها له على الهوى ايه لو النبل اللي خليك ما ينفعش يتعدل حاجات دي ايه مش هنعديها منتخب الكاميرون عنده ثلاث بطولات خدهم اه اربعة وتمانين وتمانية وتمانين تمام والفين تلاث بطولات بس اما مصد مصر كان اربعة اه حقولها تاني ايه سبعة وخمسين تسعة وخمسين ستة وتمانين تمانية وتسعين كابتن خالد اقرى التاريخ عندنا برضو تصريح برضو للكابتن للأستاذ تورك الشيخ عالم كرة القدم سيكون صعب في السلس سنوات القادمة انا اتفخ معا في الايام اللي جاي البرصة اللعيبة هاتنهار في الايام اللي جاي في الايام اللي جاي مش هتسمع اللي يقولك بمئة مليون وفي ستين مليون انا على فكرة كنت عاوزة اتوقف عن سعر الربان محمد بستين مليون ده نوع من الاستفزاز حاجة صعبة حضرتك انا اسأل سؤال بس للمسؤولين في الناد الاهل انتوا عاملين لجنة اسمها لجنة الازمات بتدور ازاي تجيب فلوس عشان تدفع مستحاة اللعيبة دلوقتي بتعمل عضوات جديدة بستنى الاشتراكات اللي هتلم منها فلوس وبتدور على سوء عشان تجيب فلوس ازاي حضرتك بورصة اللعيبة في العالم كلها نهارت محمد صلاح من 150 مليون دولار الا 90 مليون دولار تمام وانت جاي بتكلمني على 60 مليون ده استفزاز ولعب محلي وبهر محمد وقتنا انتهى ازعب شافي ونورت في الريم بالخروة وجماهير واسعدتنا بجد الله سعيد مع حضرتك جدا يا صاحب احمد واشكرك وكسان طيب وحضرتك طيب عزي المشاهدين ان شاء الله نشوفكم بعد العيد ان شاء الله وكل سانة وحضرتكم طيبين